ازايكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير قبل امود الفيديو متنساش تصلي على النبي اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم النهاردة بقى نتكلم عن difference مهم جدا 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 بين 4 كلمات تخيل الاربعة ممكن يجولك في الترانسليشن الترانسليشن كلها لجملة تكون صحة بس يحط لك في كل مرة واحدة من دول وانت اصلا ممكن تتلاوبط وفكر ان كل واحدة من دول شبه تانية او عادي يعني مش تفرق لما نغير فيها حرف او نحط فيها كلمة عادي كلهم شوها بعض لا ولكن الاربعة هيكون مختلفين تماما عن بعض طيب عايزك تركز معايا وتعرف بقى الفرق بين كلمة رايز وريز واروز وارايز طيب ايه الفرق بينهم بقى كلمة رايز معناها ايه دي معناها يعلو او يرتفع بص انا بقولت حطيت فيها حرف تيه يرتفع ممكن ما معناها تشرك وممكن ما معناها تزداد كل دي كلمات مراضفة لكلمة رايز طيب كلمة رايز دي لو جبت الباست بتاحها الماضي بتاحها هو اسمه روز وتصريف التالي بتاحها ريزن طيب خلي بالك هو انا قلتلك ترتفع صح تعال اديك مثال علشان تعرف وتفهم لوحدك لما قولك التاكسز والرايز الدرائب هترتفع بعد كلمة رايز اسألك سؤال جبت بعديها اوبجيكت مفعول به هو اللي انا قلتلك الدرائب هالي هترتفع ترتفع ما جبتش هنا مفعول به يعني جبتش بعديها حاجة فبقولك ان لما يكون عندك نقط هتحط رايز ولا رايز مثلا هتبقى عارف هتسأل نفسك سؤال هنا في اوبجيكت مفعول به ولا لو مفيش اوبجيكت فهحط ساعتها ايه رايز اللي معناها ترتفع الدرائب مش بترفع هي الدرائب ترتفع طيب سألك سؤال هنا في اوبجيكت ولا مافيش مفعول به طب مداما مافيش مفعول به ينفع عمل الكلام ده باسيف مبني المجهول لا يا ميس اصلا الباسيف كنا بناخد الابجيكت نبدأ به طب هنا مفيش اوبجيكت فأنا هبدأ بايه يبقى كده مش هتنفع تعمل باسيف كلمة رايز طيب طب كلمة رايز بقى دي ممكن يبقى معناها يرفع ويربي ويجمع اموال بصي نقولتك يرتفع ولا يرفع يرفع يعني معنا ذلك لو هقول احمد بيرفع هقول بيرفع ايه هقول مثلا بيرفع الالم طب تعالى كده لما قولك مثلا رايز يور فايز ارفع صوتك انا جبت بعد كلمة رايز جبت بعديها حاجة او جبت بعديها هيبقى معنا ذلك كلمة رايز بيجي بعدها ايه اوبجيكت مفعول به تمام كده طب يعني ما قولك ان احمد رايز زبن احمد رفع الالم بعد كلمة رايز اللي هو يرفع جبت بعديها اوبجيكت مفعول به ولا او جبت اميس مفعول به فبقولك بقى ان خلي بالك دي في حرف ته يرتفع ولكن رايز معناها يرفع اذا في فرق في فرق اه اه اذا في فرق جامد يحط لك الاثنيه في ترانسليشن وطبعا انت بعملت قليل يترى مين هاه في فرق في حرف ال اه وطبعا فدي في اوبجيكت دي يجي بعدها اوبجيكت عادي طب مداما يجي بعدها مفعول به الجملة دي مفات عمل باسب ولا أه او ميس اعملها دي ما احنا عارفين ان المفعول به موكن يجي في الاول عشان اعمل باسب فمداما في مفعول به فعملها باسب عادي طب كلمة رايز مضيها روز لكن كلمة ريز مضيها ريز خلي بالك يأ��이 دي بس فالاخرين ذي توقي طب في بعد كده كلمة اسمها آرز دي معناها تسير يعني ايه تسير يعني ما قولك مثلا آرز تسير الانتباه أقلك آرز داوتس داوتس والبيسولنت معناها تسير الشك أقلك آرز سيمباسي معناها تسير العاطفة آرز بتي معناها تسير الشفكة طب كلمة آرز بقي دي معناها ايه معناها آرز معناها تنشأ من او تأتي من وفي الأغلب بتيجي مع المشاكل يعني لما أقولك معناها أن المشاكل بتنشأ من إلا الظلم تمام؟ يبقى تنشأ من أو تأتي من وفي الأغلب بتيجي مع المشاكل وده الفرق ما بين الأربع كلمات وهم مهمين جدا لأن طبعا تضف حرف الإي فأنت بتقول إيه يعني المشكلة لما ينضف حرف الإي لا ده المعنى تغير خالص بص دي معناها إيه ودي معناها إيه بس فأنا عزيك تركز وتعرف الاختلاف بين الثلاثة ويرب اكون فتاك وبس كده ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وبالتوفيق وباي